قافلة طبية في نسختها الثامنة أطلاقتها مؤسسة بلدي للتنمية في شاد بالتنسيق مع منظمة الدوس إيلي التركية حيث يجري على طباء الأخصائيون خلال ثمانية أيام أعمليات جراحية لعلاج أمراض مختلفة قافلة وصفها رئيس مؤسسة بلدي للتنمية في شاد بالمبادرة الإنسانية يقيه لنا في هذا اليوم الكريم النقيشة هذه اللحظات مع إخوة لنا في الإنسانية سفير جمهورية تركيا لدى البلاد سعادة كمال كايززيس قال إن هذه القافلة الطبية المجانية تؤكد التعاون من أجل التنمية الاتماعية والمستدامة بين بلاده وشادة كما أنها تساعد بعض المرضى لتلاقي علاج مجني وعمليات جراحية أمينة الدولة في صحة العامة والوقاية أشارت إلى أن هذه القافلة تتماشى مع رؤية وزارة صحة رسالتها تقوم على تنظيم مراقبة وتوفير الخدمات الصحية العامة وتأتي أولى الشراكات مع الدول الصديقة في تنفيذ هذه الرؤية والتي جسدتها دولة تركيا الشقيقة أبرى مؤسساتها الحكومية والإنسانية وعلى هامشي مناسبة الانطلاقة الرسمية للقافلة الطبية المجانية تجولت أمينة الدولة في صحة العامة والوقاية في بعض غرف العمليات الجراحية ترجمة نانسي قنقر